في أسنان الأولى مالجامعة ما أحبيت أنتظر رحت وبحثت عن ناس متميزين في بعض المجالات ويعني ركست على مجال التصميم والبرمجة وكلمت الأربع أصدقاء مالجامعة اللي كانوا متميزين في مجالاتهم وأتذكر أن أنا عزمتهم في فندق الميريدين في الخبر إلى اليوم موجود وأتذكر أن كل اللي كان عندي من يعني مصروفي ومن كل الأشياء المحوشهم كمية ريال هذا كل حيلتي في ذاك الوقت لأنني كنت أحاولي أعتمد دائما أني أعتمد على المكافأة الجامعية اللي هي 900 ريال في ذاك الوقت وما أأخذ يعني دعم كبير عائلي فهذا خلاني أنه بهذه الموارد المحدودة أعمل اللي أقدر عليه كان أفتكر عندي أقل من 100 ريال عزمت الشراف على عصيرات يعني هذا كان حيلتي في الميريدين وكان يعني كان شيء وهي شباب أنا عندي فكرة ليه ما نعمل شركة من الآن وطبعا من البداية كانوا شركة بطلاب الجامعة طب ليش؟ لكن في ذيك الجلسة بلاكس أتحمس الجميع واتفقنا وسويت الشركة الأولى اللي كان اسمها فري دايمينشن أو البعد الحرب العربي كان هدفها أنها تسوي مشاريع بشكل عام في التصميم وفي البرمجة يعني كانت سوفت ويرهاوس مواقع أكترونية نعم مواقع أكترونية سوفت ويرهاوس فكانت هاي تجربة البداية واتذكر يعني طبعا الأربعة الموجودين مع الوقت كل واحد يعني جاتوا في وقت ما يعني ظروف معينة اللي أكمل معايا الرحلة أخوي المهندس محمد عشماوي واتذكر المهندس محمد عشماوي لما جيته في أول ليلة دقيتها الباب في غرفة السكن وهو ما كنت نعرف بعض بس أنا سمعت أنه هو متميز في بعض الجوانب في تصميم والبرمجة كنت أدور على ناس متميزين في هذه الجوانب فقعدت معا وجربت في شغلة معينة ثم قلت له أنا عندي فكرة إيش رايك أنه نعمل شركة أنا عندي شيء فكرة شركة بسويها وأبغى تشرف تنضم معايا كنا طلاب في الأولى جامعة فكانت خيال هذه المحاورات ثم يعني طبعا جاء على على هذا اللقاء اللي صار في المريديان وبعدها يعني تم عملنا أول شركة في تصميم البرمجة مع مجموعة من الأحبة ترجمة نانسي قنقر دعوة مجموعة منزل